هذا السائم يقول في قول المؤلف رحمه الله ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على آله فقط وقد فُسِّرت آله بأتباعه فهل يقصد المؤلف أنه لا يُصَلَّى إلا على أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وهم أهل السنة ولا يُصَلِّ على أهل البدع؟ نعم وكذلك يُصَلِّ على أهل السنة أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فيخرجها للبدع لأنهم ليسوا من أتباعه نعم إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة